سلام عليكم أصدقائي حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلموا الفيديو البيسيك معنا أداة جديدة الأداة اسمها بانل طبعا الأداة جماعة أداة ممكن تحط فيها أدوات كثيرة يعني زي الجروب باكس وإلى آخره فخلينا نشوف كيف ممكن نشطن مع هاي الأداة ونشوف خصائصها ونطبق مثال على الموضوع أوكي بنروح على الفيديو الستوديو بنضيف الأداة الأداة اسمها بانل هيها مكبز دبل كليك عليها الأداة في الها خاصية اللي هي اسمها اوتو سكرول والها باككالر والها فونت والها بيزبل يعني أغلب الخصائص التي تعرفنا عليها شوف الأداة شو قصتها ممكن مثلا أنا أحط يا جماعة أفهم ممكن أحط بوتون هاي الأول وهي الثاني طيب وشوفي إذا زغرت الأداة زي هيك ما بصير شي عندي صح ولا لا لكن لو أجيت على خاصية اسمها اوتو سكرول من الأداة من الخصائص نشوف الاوتو سكرول هايها خليها ترو طلع عندي اللي هو في سكرول بار اللي هو بمكنك إنك تستعرض محتويات العنصر الآخرية ذات صور يعني مش هالموضوع مش هالموضوع طبعا بظهر عندك ال بي سكرول بار بس تظهر أنت البانل هيك على أساس أنه تاكل جزء من المحتويات اللي عليه لو عملتها فولس زي ما قلنا ما بيبين أي شيء إلا لما تكبر البانل لوحده وطبعا إلها فونت إلها باك كالر إلها فيزبل أنت صور طيب الأمدى وصلكم معلومة يا جماعة أنه الأدوات كثيرة يعني تقريبا إحنا أحنا ألمست دون يعني أخذنا أغلب الأدوات أو أشهر الأدوات اللي ممكن نشطل عليها فالأدوات كثيرة زي ما أنتم شايفين مستحيل ناخدهم كلياتهم لكن إحنا أخذنا أكثر الأدوات المستخدمة أو المطلوبة ومن نهاية التكنيك تبع الكود أصبح عندك يعني معروف دائما وأبد أن الأداة ضد الخاصية يساوي وهاي القاعدة الأساسية ممكن نطبق عليها أي شيء فالآن إن شاء الله تعالى ومن أنه يكون هذا يأما الأداء الأخيرة أو قبل الأخيرة اللي راح نشرحها بعدها أكيد راح نفوت على انواع المعالجة بشكل عام المعالجة التتابعية اللي هي ساعتنا المعالجة الشرطية ورح نرح على المعالجة الشرطية اللي هي تكرارية فخلينا نشوف هذا العنصر نمع عليه مثال بسيط جدا عندي البانل شايفين البانل جوتها أنا حاطت توبوتون خلينا أسمي الأول مثلا حفظ حفظ و سوري كتب بالإنجليزي حفظ والثاني رح يكون اللهم صلى على سيدنا محمد عرض الثاني رح يكون عرض يعني هو محتوى أصلا الآن البانل لعمليات أخرى لأدوات أخرى بس هو عبارة عن قالب بس زيه زي الجروب باكس وخلينا أحط جماعة مثلا تو تيكست خلينا نحطوا تيكست التيكست هاي الأول وهاي التيكست الثاني طيب صار في عندي تو تيكست بدك تتأكد من الأول من الثاني بس على الأول وتعال هون شوف النام تيكست بوكس 1 وتعال على الثاني هون تتأكد أن هذا تيكست بوكس 2 طيب وخلينا أعملي كمان جوالبانل لست بوكس هاي لست بوكس شو بدي أسوي بدي أسوي كالتالي بدي لما أدخل في التيكست الأول اسم الأول واسم الثاني في التيكست الثاني أكبس على حفظ يودي ليهم وين على اللست وهذا الشيء عارفينه قصة عرض هون بدي أحاول أخفي اللست أخفي اللست من ناحية أني أروح على الاش يعني طلع لما أعمل رن العناصر موجودة كلياتها فأنا بدي أحاول أخفي اللست بدي أخفي اللست من خاصيتها خاصيتها اللي هي الفيزبل شايفين فيها خاصية اسمها فيزبل هندور عليها هي ترو خليها فولس وعمل رن مش موجود المين مش موجود اللست لأني أخفيت خاصية الفيزبل الآن عرض إني أعرض مين اللست فأنا هون شو بصير بصير إني يا جماعة إني أخفيت اللست من الخصائص وبدأ رجعها بإيش بكود أخفيتها من خاصية فيزبل خليتها فولس وبدأ رجعها لما أكبس على عرض عن طريق إني أخلي قيمة الفول الفيزبل ترو بس بكود طيب الآن لو بدي أفوت على حفظ الجزء الأول بدي أنا أودى المدخلات من التكست لمين لليست وإحنا عارفين كود الإضافي لست بوكس ون مين .item .add لمين للعنصر الجايين من تكست مم؟ تكست بوكس ون .text و list بوكس ون .item .add للعنصر الجايين من تكست بوكس ون من تكست بوكس ون .text هيك انا شو بكون سويت هيك انا بكون يا جماعة باختصار خلينا عمل رانج قدامكم محمد زيتاوي لو اجي اكبس على حفظ المفروض انه اخذ هذول الجملتين او الكلمتين ودهم مين عاللست بس انا اللست انا خافيها من الخصاص فهون بيجي دور كود مين عرض عرض لللست هلين اشوف ودى الاسماء اللي عليها ولا لا بسيط الموضوع جدا انا هون كنت كابس على visible وخليتها false من الخصاص الان بدى فوت على عرض واجي اقول له list ووريكم التكنيك كيف التكنيك الحال صار عندك غير يعني العنصر ضد الخاصية المسؤول عن الاظهار اللي هي visible وقل له قيمتها الان خليليها true that's all فالان انت نفذ وهاي سيد محمد زيتاوي ودي حفظ المفروض وين موجودات في list الان تعال قل له عرض عرض لللست فعلا عرض لللست وجواتها القيم اللي داخلها فالان موضوع اليوم البانل هو فقط عنصر بنقدم نحط فيه مجموعة من العناصر بنقدم نحط فيه مجموعة من العناصر زي الجروب باكس وزي اللي هو التاب والمينيو ستريب وووو الاخرية فالعناصر تقريبا يعني يا اما عنصر بتقدر تكتب جواته كود ويأثر على شئ ثاني او يعرض لك او يحتوي على مجموعة عناصر فالعناصر يا جماعة اصبحت يعني تقريبا قريبة من بعضها قريبة من بعضها احنا مش اشدنا الاكثر استخدام تعرفنا على تكنيك الحلو تكنيك كتابة الكود من خلال قاعدة اساسية في حياتك لازم تعرفها العنصر ضد الخاصية يساوي قيمة هذا التعامل مع العناصر او التولز ان شاء الله تعالى باذن الله الحلقة القادمة رح تكون يعني 99 بالمية مش اداة جديدة لانه رح يكون عنا يا جماعة اللهم صلى على سيدنا محمد على الاغلب البداية اللي هي الانواع المعالجات السيكوانشال براسس الكنديشنال براسس الريبيتشنال براسس حنتعرف بالبداية على المتغيرات وكيف نتعامل مع المتغيرات ونعرف المتغيرات بعدها ننتقل الى الجمل التتاوعية والجمل الشرطية وجمل الدوران بانواعها فان شاء الله تعالى انه استفدتوا من هاي الحلقة اذا الفيديو عجبكم لا تبقوا خليلونا بلايك سبسكرايب وشير و اي كامنت براح فيو اسفل الفيديو وان شاء الله بلقاكم قريبا في حلقة جديدة باذن الله تعالى سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة